خليني الأول أصح بعض الأرقام هو الرقم ده 60% رقم غير صحيح ورقم أي تقارير صحيحة هو الرقم أقل من كده بكثير وفيه تقديرات بتقول أنه هو في حدود الـ 2% لكن هو رقم أولئي بدا النقطة الثانية يعني لدي هنا تصريح للمليار دير المصري نجيب سويرس يقول بأن الجيش يسيطر على 40% لدي هنا تقارير يعني مستقلة ميدل إيست آي يعني ذكرت بأنه من 50 إلى 60% 2% تبدو يعني ضئيلة جدا في ظل أنا 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 حوضحها لحضرتك تفضل الجيش لما بيقوم بأي عمليات عمليات زي مشروعات الطرق زي حفر قناة السويس الجيش ليس لديه هذه الإمكانيات وهذه الشركات للقيام بهذه الأعمال الجيش فقط يشرف ويدير والمنفذ هي شركات مدنية أنه لو حرك رحت لهذه المواقع هتلاقي شركات مدنية تماما هي اللي بتقوم بعمليات الرصف عمليات حفر القناة اللي بيحسب بقى أن هذه العملية بالكامل تخص القوات المسلحة هو في هذا التقدير تقدير غير صحيح الإدارة فقط هي للقوات المسلحة قوات المسلحة ما عنداش هذه الإمكانيات من الشركات اللي تقوم بكل هذه المشروعات لكن هي تدير فقط هذه المشروعات وبالتالي عشان كده بنقول خليها في رقمها الصحيح ما يبقاش المشروع كله أنه تمتلك القوات المسلحة النقطة التانية خلينا أفصل ما بين حاجتين ما بين أن القوات المسلحة بتدير بعض المشروعات والشركات المدنية وأن القوات المسلحة لديها بعض الشركات اللي هي بتقوم ببعض الأعمال المدنية والمشروعات الغذائية خلينا نفس الملفين دولا عن بعض عشان يبقى الأمور أكثر وضوحة فيما يقص الشركات اللي هي جهاز الخدمة الوطنية دي بعض الشركات وهي في حدود العشر شركات بتقوم بصناعات تخدم القوات المسلحة وتفي باحتياجات القوات المسلحة من الغذاء علشان ما تاخدش القوات المسلحة هذه الكيمات من السوق المحلي وتأثر على السعر وبتطرح الفقط في السوق عشان توزن السعر للفي السوق والشركات دي عددها مواش كبير والقيمة اللي بتنتجها عن ماش كبيرة ولا يستمؤثرة بالشكل الموجود طيب فقط لنوضع